أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة الأوكرانية خسارة روسيا 20600 جندي منذ بدء الهجوم العسكري عليها واخر فبراير شباط الماضي وذكرت الأركان الأوكرانية في بيان أنه تم قتل 20300 جندي بالأمس وزاد إذن العدد إلى 20600 جندي روسي بعد يوم واحد وتدمير 167 طائرة و147 مروحية و790 دبابة في الفترة بين 24 فبراير والثامن عشر من أبريل نيسان العام الجاري أضافت أنه تم تدمير 2041 مدرعة و130 راجمة صواريخ و67 نظام دفاع جوي و381 مدفعية خلال الفترة ذاتها كما خسرت روسيا 1487 مركبة وثماني سفن وزورقا سريعا و76 عربت نقل وقود و155 طائرة بدون طيار وفق البيان ترجمة نانسي قنقر